وفي الأثناء تخوض الفصائل الفلسطينية اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال المتوغلة في محاول قطاع غزة خاصة حي الزيتون بمدينة غزة ومحور التقدم في خان يونس وعلنت حركة حماس تمكنها من استهداف عدد من الأليات والجنود الراجلة وفي المقابل أعلن جيش الاحتلال مقتل ضابطين أحدهما قائد سرية والآخر قائد فصيل من لواء جعفاتي وإصابة سبعة آخرين بجراح خاطيرة في معارك بحي الزيتون ومدينة خان يونس كما أعلن جيش الاحتلال إصابة 26 من جنوده في معارك بقطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية وعلنت هيئة البفة الإسرائيلية وفات جنديين من أصل الثلاثين أصوموا بفطريات سامة خلال الحرب في غزة وبذلك يرفع عدد القتل القوات الإسرائيلية بشكل رسمي ارتفعوا إلى خمسمائة واثنين وثمانين ضابطا وجنديا منذ السابع من أكتوبر الماضي بينهم مائتان واثنان واربعون قتيلا خلال المعارك البرية بقطاع غزة اشتركوا في القناة